انباره علي معلول القائد علي معلول بالنسبة لنا قائد ومن اللعيبة اللي سطرت تاريخ كبير جداً جوه النادي الاهلي ومهما مرت السنين علي معلول عايكون أحد أساطير النادي الاهلي انباره كانت فيه لقطة يعني تساوي كتير علي معلول النجم التونسي أنا بشوف اللقطة دي هو بيعملها في ممتخب تونس بصوا قدامكم الصورة دي لكن لما يعملها مع فريق الاهلي وهو حتى مش مرتدي شارط القيادة يعني هو مش لابش شارط القيادة كابتن الفريق محمد الشنوى دوره كبير جداً أكيد مع الفريق لكن اللمسات المهمة جداً انت مش جايب لعيب أجنبي 3-4 سنين عقد احترافه وخيخلص ويمشي لا الناس اللي بتيجي بترتبط بك ارتباطه اجداني اللي بيلعف في الاهلي يا جماعة بيحس انه بيلعف يعني قعد ما بين عائلته واسرته واخواته واصحابه وآهله وناسه ده الاهلي دي مدرسة الاهلي دي عائلة الاهلي اللقطة اللي بشوفها المعلوم دي انا شفتها كتير في منتخب تونس بس طبيعة شوفها في منتخب تونس ليه؟ منتخب بلده لكن لما بيكون في النادي الاهلي وبيعمل نفس اللقطة ده كده هو في وسط اهله وناسه واصحابه وفريق مش منتمي ليه مجرد ان هو بيبط منه بالفلوس وخلاص لا ده فريق هو بينتمي ليه بكل وجدانه عايش مع الاهلي اكأنه عايش في منتخب تونس وده النقاط المهمة اللي لازم نتكلم فيها عشان اي لعيب ممكن بيفقر يلعب في الاهلي هيشوف نفسه وهيبقى فين وممكن يكون فين خالد عبدالفتاح مروانة عطية ولسه ان شاء الله الفترة اللي جاي كمان لما نشوف وجوه جديدة مع النادي الاهلي من قطاع الناشئين لعطة تانية عايز اتكلم عليها عشان بس ااكد لكم وانا مش معنى ان انا بقول كده يبقى انا اللي بأكد لا كولر نتائجه واداءه هو اللي بيتكلم عن نفسه امبارح اخر ربع ساعة او اخر لا في دي اربعة وثمانين يعني نتكلم مثلا حوالي اخر عشر دقايق بالوقت الضايا اللي كان فيه اربع دقايق وقت ضايا انت كسبان اتنين سفر بس عشان الناس تفهم كولر امبارح كان بيتعامل تكتكان زي مع المباراة عمل امبارح نزل احمد نبيل كوكا مكان احمد عبدالقاتر ورجع كوكا باكليفت وادى مساحة لعالم علول يعمل سبرينتات ويكمل في الجبهة اليسرى ويبقى هافليفت مع حمد فاتحي ويشكله الجبهة قوية جدا على الجبهة اليمنى اللي حصل فيها غربالة نتيجة طبعا تغييرات تافيريرا اللي حصل الهدف التالت بتمريرة من حمد فاتحي وسبرينت من علم علول جوه منطقة الجزاء وتمريرة لمحمد شريف يبقى فيه كوتش ولا ما فيش فيه مدرب ولا ما فيش بيأمن بكوكا وبيدي مساحات لعالم علول ان علم يتميز دايما في التكملة الهجومية حاب يعمل ده مع عبدالقادر بس عبدالقادر مبارح ما كانش موفق بص الجونة هو بص التمريرة لفين بص علي معلول قاطع ازاي من الطار في الشمال وداخل وضم الجوه وتمريرة حريرية لمسة رائعة من حمد فاتحي ويجي الجون التالت فيه مدرب ولا ما فيش مدرب اللي مبارح بيقولك على كولر مدرب تقليدي ركزوا يا جماعة فنيات الكورة ودوا تحليل سليم عشان الناس تستمتع وتفهم كورة كويس حمد فاتحي انتوا تتخيلوا حمد فاتحي قبل 48 ساعة كان مصاب وكان فيش كوك في لحاقه تتخيلوا حمد فاتحي بالدور المحوري اللي بيقوم بيه ما بين خط دفاع الزمالك وخط الوسط وازاي بيقدر يكمل ويعمل خلخلة في ظهر امام عشور والزناري وعمر السيسي واكتر من لعب ممكن ودونجة كمان بيلعب في المركز ده بصوا التمرير الحريرية اللي اتحرق فيها حمد فاتحي شفوا تكملة حمد فاتحي في ديئة تسعين بعد مجهود بدن يشاق وازاي علي معلول ضم الجوة وجاي من عالطرفه وعمل سبرينت ودى التمرير اللي محمد شريف اللي زاي ما بأكد كل مرة شريف مهاجم من الطراز الفريد ولكن احيانا التوفيق ممكن ما يحلفكش شفوا مبارح التزديد ازاي هدف علامي اللي محمد شريف بأمانة بس قبل الهدف شفوا التحرك وقبل التحرك شفوا تكتك المدير الفني ازاي بيفكر انه عايز يكسب تلاتة واربعة وخمسة لو كان فيه مساحة وقت اكتر من كده كان الاهل مبارح ممكن ينجز المباراة دي خمسة ستة سفر على الاقل وده اسم النادي الاهلي وده مكانة النادي الاهلي